وإحنا بنتكلم عن دراما رمضان الحقيقة لازم يكون معنا أحد نجوم دراما رمضان ومنتكلم بقى عن مرحلة الطفولة المهمة جدا لأنه بيبقى عندنا أطفال كتير بتتفرج على التلفزيون في رمضان وإحنا بنقول إنه دراما رمضان الميزة اللي فيها إنه نقدر كأسرة نقعد نتفرج على المسلسلات ضيفي اللي بنوارني النهاردة رغم إنه سنه صغير عمده عشر سنين إلا إنه الحقيقة قدر إنه يدخل قلوب الناس كلها من النظرة الأولى موهبة فنية ما شاء الله يعني حاجة مبشرة موجود يعني في مسلسلات كتير في رمضان ما شاء الله على إنه عنده عشر سنين لكن موهبة فرض نفسها على دراما رمضان السنة دي موجود في مسلسل سره الباتع بيقوم بدور الفنان أحمد فهمي وهو صغير لكن حضراتكم شفتوه مبارح في الحلقة الأولى موجود في مسلسل السفارة مع الفنان أحمد أمين مشارك كمان كان مشارك مع الفنان أحمد أمين في مسلسل موراء الطبيعة موجود كمان فيه مذكرات زوج مع الفنان الكبير طارق لطفي طارق ابنه في المسلسل ده في الطفل آدم وهدان مساء الخير يا آدم كل سنة وانت طيبة انت طيبة نورك إيه القلق اللي انت عمله في رمضان ده ماذا الله يعني عشر سنين وموجود في تقريبا أربع أعمال تقريبا في رمضان صح؟ صح احكي لي بقى إيه اللي حصل بدأت التمثيل إزاي الحكاية بدأت إزاي؟ هي كانت صادفة كده كانت صالبين طفلة على الإنستجرام عنده أربع سنين يمثل فيلم اسمه خلويس مع الفنان أحمد عيد وإخراج خالد الحلفاوي فأنا صورت لهم فيديو وبعدت لهم الفيديو ده فكلموني ماذا أقول لك الفيديو؟ مامي أكيد صح؟ مامي أكيد صح؟ مامي أكيد مامي أكيد مكلموني بقى بعد كده قالوا لي الأستاذ خالد الحلفاوي مش عايز يشوف أي فيديو غير بتاعك ورحت وعملت الدور وبعدين بقى أربع سنين عملت الدور ده بعدين عملت إيه الأدور اللي بعدها؟ وبعدين عزمي أشجان مع الفنانة أمي سامير غانم كان عندك كم سنة في عزمي أشجان؟ خمسة خمسة بس دائمين بيذكرلك؟ هي ماما هي اللي كانت بتحفظني في الأول خالص يعني بس بعد الوقتي أنا اللي بقيت برجع المشاهد لواحدي وبسأل ماما مثلا يا ماما هي ايه معنى الكلمة دي؟ هي ايه معنى الكلمة دي؟ وبعد كده بقول قدامها المشهد وبعد كده بعمل المشهد قدام المراية أشوف الرياكشنز بتاعتي أنا يعني انا قدام ممثل حقيقي ما شاء الله وبعدين كل الناس بتتكلم على أدائك القريب من القلب كده وإنه ما شاء الله أول ما تتكلم وضحكتك وما لمحت تدخل القلب كده على طول انت كنت عارف ان انت عايز تمثل يعني كنت حاسس ان انا حيبي بيبقى ممثل قوي انت حسيت كده يعني من ساعة ما أنا صغير خوالي سانعات تقول لي ماما يا ماما انا عايزت لعمثل كذا عايزة مثل كذا عايزة مثل كأني مفسول عايزة مثل دور مهم طب روحت خدت دروس ورش عملت حاجة عشان تبقى ممثل ولا هي بالفترة كده هي كده طب احكيلي بقى عن الدرام الرمضان السندي وفي وسط المذاكرة وإحنا دخلين احنا في امتحانات ورمضان داخل صورت ازاي وعملت ايه خلينا نبتدي كده بسره الباتع مثلا بسره الباتع أستاذ خالد يوسف كان عايز طفل عنده قدرة إن هو يبدأ الحلقة الأولى طفل موهوب تعرف الحلقة الأولى دي تبقى حلقة مهمة جدا إنها زي ما بنقول كده لان طبعات الأولى تدوب فالناس بتبقى داخلها عايزة تشوف إيه اللي هيحصل في المسلسل في الحلقة الأولى في يعني كلموني أنا وبعد كده أنا عملت اوديشن وبعد كده روحت وعاد تصور وكاوليس كانت حلوة قوي مع أستاذ أحمد فاهمي كنا قاعدين بلايض حك مع بعض كله لقت أكتر حاجة عجبتك إيه في تصوير سره الباتع؟ كله كل حاجة كل حاجة فصل فيه النجوم كبار جدا 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 وإنت كمان نجم موجود وسط النجوم دي شكر طب أكتر حاجة تعبتك إيه في المسلسل؟ لا مفيش حاجة مبسوط إنت شغلانتي التمثيل دي عجبك طب ما تحكيلي كده أنت بتبدي بتبدي يومك إيه بتعمل يومك بتعمل إيه في يومك؟ كما بتروح المدرسة وإنت نجم كده دلوقت بتعمل إيه مع صحابك؟ صحابي يعني أنا عندي صحاب كتيرة جدا يعني مش عشان ممثل بس في ناس صاحبيني علشان ممثل كأن إحنا صحاب عادي متواضع ممثل متواضع فكده يعني إيه اللي تغير في المدرسة بعد ما بقيت نجم الناس بقيت بتعرفاك عارفة أنت بتطلع في التلفزيون المدرسين بيقومك إيه المدرسين طبعا بالذات حتى المسلسلات الجديدة بالذات يا آدم مش إنت تلعت في كذا 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 وأنا آه هي بقى إيه ده ممثل عند ريف المدرسة طب مذكرات زوج بقى حكيلي بقى عن مشاهدك مع الفنين طرق لطفي وانت طلع ابنه في المدرسة الكواليس أيضا نفس الحاجة يعني خرافية ما شاء الله يعني والكرو بيقولك إيه أستاذ خدد لطفي أول ما شاهدك أستاذ طرق لطفي كان قاعد بيقولي كان بيدحكني يعني في ساعة الكواليس ساعة البروفة أيضا وبنقض نكون إفهات وبنقض نتكلم مع بعض وبعد المشهد وكما بين المشهد والتاني عادنا نهزر مع بعض وبندحك كده يعني بيراجع معاك المشاهد انت بتبقى جاي حافظ المشاهد بتحفظ المشاهد إزاي؟ عادي بيراجع المشاهد وبراجعها كتير يعني علشان أعرف أقدي الرياكشنات وبرضو أحفظ الكلام طب لو غيرت كده في حاجة وده عادي بتحصل يعني مخرجين بقى بيعملوا معاك إيه متعدناك عشر سنين عادي بشدوا عليك الموضوع يا أميش ازاي؟ مش بيشدوا طبعاً طب أكتر مخرج في كل الحاجات اللي انت عملتها حاسيت أن انتوا يعني بقيتوا صحاب بقى كلهم حرفين كلهم كلهم طب حكي لي بقى عن السفارة كمان انت دا مش أول حاجة مع الفنانة أحمد أمين كنت معاه في موراق الطبيعة كنت عامل دورتها اه حكي لي بقى عن يعني الشغل مع الفنانة أحمد أمين واضح أنه معجب بموهبتك يعني اه اه اتصورنا مع بعض صور هبلا بنطلق لسانة وبنعمل كده وبنهزر مع بعض وبالذات مع أستاذ محمود البزاوي كنا قاعدين بنعمل إفاد بوده بنكون إفاد وكده يعني بنضحك مع بعض بنبسط بوده طيب هنروح نشوف مشهد من سره البتع وبعدين نرجع نكمل الكلام مع أدمه تاني هجبت كل الفلوس كرمي حاضر فضل ما تخافش يا حامد أنا هبقى كويسة يا حبيبي ما تخافش يا حامد ما تخافش يا حامد لا يا جدي لا يا جدي والله الغازم أنا جدت بكل فلوس شامع ماشا ماشا يا حامد طيب روس خد الفلوس دي ومن صباحية ربنا تشتري الشامع وتروح على مقام السلطان تقيدي الشامع وتعمل الندر لربك وليجا هتخف إن شاء الله حاضر يا جدي سلام عليكم أنا عارف أن أنت متضايق مني علشان أنا كذبت على جدي ومشتريت كراملة بدل الشامع بس المراضي أنا جبت لك بكل فلوس شامع وهولعهم حالا ولو أممي خافت وما ماتتش زي أبويا هولع عليك زيه فاطمة يا مريم أكلوا اختك كلي كمان يا أمم علشان تطلعي العيام الجديد مش انت برض بتقولي لي كده ما ناكلت يا دنايا وبعدين هو إحنا كنا فين وبقينا فين ده أنا قلت خلاص حق بالوجه الكريم سبحانه من أممدي تاني الحمد لله على سلامتك يا بنتي أيوة سبحانه مسبب الأسباب طيب يا أيدا مشهد زي اللي احنا شفناه قدام الفنان صلاح عبدالله وكل الكوكبة الكبيرة اللي موجودة في سر والباطع والمخرج الكبير خالد يوسف وجودك في وسط لوكيشن مليان كل النجوم دي انت بتخاف بتتعامل ازاي معاهم الموضوع ماشي ازاي لا انا مش بخاف طبعا انا ببقى مبسوط ان انا معاهم ببقى يعني فرحان ان انا مع نجوم كبيرة وان انا طهر قدامهم وبمثل معاهم وكده يعني والنصائحهم ليك بتبقى اي تفتكر مين الممثل اللي قالك نصيحة ليه علاقة بالشغل هوا كل الممثل بيدي للانسان نصيحة بيقوله اه كذا مثلا انت ممكن تعمل كذا وممكن يعني تعملوا بسكلة احلى مثلا اه لا مش مش كده ممكن يدينا نصيحة ان انا اعمل كذا في المشهد ده كذا يعني في المشهد كذا اعمل المشهد ده بالطريقة دي لا مش مش بيقولي الراكشينات او كان بيقولي يعني قعد كده للمشاهد اعمل قعد للحركة دي المشاهد كده يعني انت ايه الدور اللي انت نفسك تقدمه ونفسك يجيلك كل حاجة يعني انا عملت كل الاطبال الحلوة ان شاء الله وان شاء الله عمل احسن وزيهم كده طب كتير قوي كنا منشوف اطفال في السينما وبعدين منشوفهمش لما يجبروا ما يكملوش تمثيل قدم بقى بيحلم بايه عايز تكمل لما تجبر اكيد اكيد عايز تبقى زي مين مين اكتر ممثل عنك هو قدوة وبتشوفه هو ده اللي انت عايز تبقى زيه وهم كتير قوي بصراحة يعني بصي مثلا استاذ عادل امام استاذ محمد ينادي واستاذ احمد عز واستاذ امير كارارة وأستاذ كريم عبد العزيز إن شاء الله كل التوفيق يا أدم وإن شاء الله كمان نكمل معاك دراما رمضان ونشوف الموهبة الجميلة دي وهي بتجبر كده قدامنا كل سنة وانت طيب وألف ألف مملوك المسلسلات ودايما يا رب ناجح وموفق درسيا وكمان في التمثيل شكرا جزيلا يا أدم أدم وهدان شكرا جزيلا على ربودك معنا النهاردة في التسعة